بسهول خير المتحدث باسم البنتهون جون كيربي يكزب طبعا الأسلحة بيولوجيا هاد أسلحة الدمار الشامل روسيا لم تستخدم أسلحة الدمار الشامل أبدا في تاريخها أما الولايات المستحدة استخدمت هاد الأسلحة مرتين مرة أولى في أمالفة سامير وعبوة خمسين عندما قصفت المدينتين هيروشيم ونغاساكي بالقنابل النووية بالقنابل النووية هاد أول مرة وثاني مرة أثناء الحرب في فيتنام عندما قصفت بالقزايا في النبال هاد المواد الحارقة الكيموية الجيش الويتنامي والفدعيين الويتناميين وقتلوا عشرات الألاف الناس وهذه جرائم الحرب وهذه الجرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة روسيا لم تستهدم صلاح الدمار الشامل ولا كيماوي ولا أي صلاح الدمار الشامل آخر المندوم الروسي قال بأن هناك أدلة دامغة لدى روسيا على وجود برنامج بيولوجي خطير لدى أوكرانيا بالاشتراك مع البنتاجون الأمريكي وبالتالي هل تتوقع روسيا أن يكون هناك عند تقديم هذه الأدلة أي موقف إيجابي لصالحها؟ أعتقد أن الكثير من الدول سيكون الموقف إيجابي والموالي لروسيا لأن الدول التي تواجه روسيا هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هذا 30 دولة وهذا أقال من خمس العالم العالم إن قاسما إلى قسمين الدول المعادية لروسيا وهما الاتحاد لروبي والولايات المتحدة والكاندا والبريطانيا والاستراليا وبقية العالم هو إلي جانب روسيا أو إلي في جانب المحايد والدول الكثير هي تراقب على ما يجري في هذا النزاع السياسي والاقتصاد بين روسيا والولايات المتحدة طبعا لذا روسيا تتوافر الأدلة هناك الأثار لم يستطيع الجانب الأوكراني أن يدمر أن يقضي على جميع الوصائل الكيموية والمواد التي كنت استخدمة في هذه المختبرات والبقايا من هذه التجارب الموجودة وجدنا الخفثيش والطيور والجراسيم في العون قزججية الجراسيم للتعون والكليرة وخماء الخنازير طبعا هذه الجراسيم الخطيرة جدا ولكن إلى أي مدى اليوم روسيا إذا مفترضنا بأنها بالفعل تملك هذه الأدلة الدامغة كما قال المندوب الروسي تعول عليها يعني إلى أي مدى نستطيع أو تستطيع موسكو تصديق فكرة عدم تسييس أي ملف حتى وإن كان في هذا صدد ملف الحرب البيولوجية والحرب الكيموية بالفعل براية أنا موافق تماما مع رئيس بوتين ووزارة الدفاع أن هناك الأدلة أول شيء هناك الوصائق وهذا ليس لأول مرة عند مقامة الولايات المتحدة بنشر المختبرات البيولوجية نفس المختبرات كانت في جورجيا نفس المختبرات كانت في كازاخستان ولكن الحكومة الكازاخية ألغيت هذه المشاريع المشتركة مع الولايات المتحدة وطبعا براية روسيا وبراية المسؤولين الروس هذه الأدلة أول شيء لدينا الوصائق ولدينا المواد الكيموية والمواد البيولوجية التي لم تستطيع الجانب الأوكراني أن تدمرها وهي تتوفر لهذا الجيش الروسي وبإمكانها لروسيا أن تقدم هذا العدلة المهم أن الجزء من العالم كما يقولون العالم الدموقراطي والحضاري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي تشانت الحربا عالميا واقتصاديا على روسيا هل تتغلب وستتهيمن على بقية العالم أم لا هزوه سوالون كابير تبان إلي جانب روسيا يقفو السين وفي الواضع المحايد هناك الكثير من الدول بما فيها دول خليج بما فيها السين وبيما فيها كثير من الدول آسيا وإفريقيا تبان الكثير من الدول الكثير من الدول عالم ترقبو على تطور العودا في نزال الحالي روسي في نزال روسي تحدثت عن الصين سيد أندريف